بيروت تنضم علينا مراسلة الغد ليلة خليل ليلة إذن ما هي المعلومات المتوفرة حول حالة الإصابة بفيروس كورونا وما هي جنسية الشخص المصاب على ما يبدو يارى نحن ننتظر بداية مؤتمر وزير الصحة الذي سوف يعلم فيه عن أول حالة فيروس كورونا في لبنان هي فتاة على ما يبدو صبية شابة كانت في إيران تدرس في إيران وقدمت إلى لبنان بالطبع لزيارة أهلها هناك العديد هناك كم هائل من الإشاعات الآن الذي يتم بثه ويتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن أن هذه الفتاة توفيت وعن أن الطائرة التي قدمت من إيران كان على متنها جثتين شخصين توفية الصبية هي على الأكيد لبنانية تم وضعها في الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الحكومي تحدثنا إلى الأوساط أو مصادر صحية هناك في المستشفى تقول بأن الغرفة التي تم عزل فيها الفتاة لا يمكن لأحد الدخول إليها سوى الأطباء المختصين وهناك طبيبين مختصين يدخلون إلى الغرفة التي هي بحسب المصادر التي تحدثنا إليها لا يخرج منها الهواء إنما هي معزولة وتحت ضغط هوائي كما يسمونه أيضا تم تجهيز طابق آخر في مستشفى رفيق الحريري الذي لا يحتوي سوى على أربع غرف كانت في الأساس هي يمكن عزل فيها هي حجر للحجر الصحي ماذا عن الاحتياطات اليوم والتحذيرات الصحية للمواطنين اللبنانيين بشأن هذا الفيروس والتدابير التي اتخذها؟ يعني بداية هناك خوف وهلع عند الجميع بداية من مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجميع هناك بدأوا بوضع الكمامات ويلبسون القفزات ولا يقتربون أكثر من مسافة متر عن بعضهم البعض أيضا هناك معلومات بأنه تم استدعاء كل مكان على هذه الطائرة ليتم فحصه بالطبع وزارة الصحة منذ اليوم الأول لإعلان عن تفشي فيروس كورونا في سين وفي العالم طالبت بأخذ الحيطة والحذر بالطبع وضع الكمامات بحال تم انتشار هذا الفيروس في لبنان كما على ما يبدو اليوم سيتم الإعلان عن أول حالة بالطبع الإجراءات أو التدابير المعروفة عالميا وضع الكمامات وضع القفزات الطبية وليس أي نوع هناك نوع محدد من الكمامات ولكن نستطيع أن نقول أن هناك حالة خوف كبيرة عند اللبنانيين اليوم شكرا جزيلا لك ليلى خليل مراسلتنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر